اشتركوا في القناة نتكلم اليوم على الاستثمار في الجزائر نجاوبه على تساؤل احد المتابعين هذا اللي روي بنقامكم السؤال علاش مكاش شركة كبرى في الجزائر وهذه حقيقة يعني اي جزائري ولا يلاحظ بلي الشركة الكبرى العملاقة يعني العالمية ما عندهاش فروح في الجزائر مثلا شركة الامريكية ولا الالمانية ولا الصينية احنا نعرف بلي هاد الشركات عندها واحد الاستراتيجية انه مثلا شركة الام تكون في البلاد انتحا ولكن تبث تحفوره عقل فرع في افريقيا فرع في الشرق الاوسط فرع مثلا في اسيا باش تتقرر من المستهلكين انتحا وايضا باش تفتح اسواق جديدة صحة واش هي هذه الاسباب اللي تخلي شركة الكبرى هذه مجيش تستثمر في الجزائر غني عارف بلي اغلب الجزائريين ولا المتتبعين مثلا يعتقدوا بهذه المشاكل الكلاسيكية اللي نعرفوها عقل البيورقراطية والفاسد ومكاش العقار الصناعي والمستوى تعلاميار وهذا السوال حيخلو شركة كبرى مجيش ولكن في الحقيقة هي كان اسباب واحدة اخرى مراضي هالكمش كامل ولكن الذكره واحدة الربعة ولا ثلاثة يعني اللي مهمين بزاف بزاف وتتركز عليهم الشركات الكبرى باش تتاخذ القرار اذا تجي تستثمر عندك ولا ما تجيش عنا النقطة اللولة واللي هي التعلق بالامتيازات وخاصة الامتيازات الضاربية تكتم مثلا عندك شركات عالمية كالشركة امازون ولا شركات مثلا ابل ولا شركات حسيارات هكو معرفين بلي الرأسمال انتحى بمليارات دولارات من ذاك كين شركات عندها رأسمال يوازي مثلا بي بي تاع بلاد وكين اللي اكبر منه الفوائد التاحة السنوية ايضا من ذاك تكون بالمليارات مليارات الدولارات يعني حقيقة يدخلوها سنويا هاد البلاد الحج اللولة اللي تفكر فيها هي الضرائب انه ما يخلش الضرائب تخيل تبقى شركة عالمية تجي تخدم عندك ورح تحقق رقم قال 4 مليار دولار ولا 10 مليار دولار سنويا احنا مثلا في الجزائر عندنا لي بي ياس اللي هو ضريبة على اربح الشركات 23 بالمئة ولا 25 بالمئة من ذاك يطلعو ويحبطوها شوية اتخيل انت شركة تدخل مليارات الدولار او حتى ملايين وبعدها تروح تديرو 23 بالمئة تسمى رح يجيب لك مليار دولار حق ذا فيشك ويعطيها لك وهذا غير معقول ما كان حتى شركة في العالم حتى في البلاد تحال الام ويبدوا يتحايلوا عندهم واحدة الممارسات يعني كاش خطران شرحوها كيفاش يتفادوا دفع مبالغ كبير عاكم عارفين بلي كان شركة عالمية وتنشط في امريكا والتزيار انتحهم هذيك ويعرفوا كيفاش يتحايلوا عليهم باش ما يخلصوش الضرائب تجيبوا الجزائر مثلا وتقولوا ارواح خلص لي مثلا 25 بالمئة ولا 23 بالمئة من الارباح تاك يروح يجيب لك ملايير الدولارات يضخالك او يخدم عليك هذه الحاجة اللولة يعني هي الضرائب ما يحبوهاش حتى مش إلا الشركة نتاعه هو كمالك كين ذوك المو ضراء الكبار ولا حتى المالك الشخصي يروح وين كين المالذات الضريبية يسموه لأنه هو شركة نتاعه وحاجة بسحل ما داخل الكبرى ولا الفوائد ثاني تكتروح بأسمه هو ثان ماذا به يروح وين كين تهرب ضريبي ولا ما نقولوش تهرب والناس يعطو له امتيازات لها صح هنا اطرح لتساؤل تقول لي ما لهذه الشركات الكبرى مثلا يرام يخدموا في آسيا ولا يخدموا مثلا في الشرق الأوساط ولا في كل المناطق تالع العالم لا رامش يخلصوا ضرائب انا نقول كين بلدال ولا كين عفون شركات ما يخلص ضرائب ولا يخلص ضرائب صغيرة مثلا 1 بالمئة كين 0.05 بالمئة ضرائب قليلة علش لأنه كين حاجة يديرها كل الدول اي دولة تحبتش بد الاستثمارات ما كانش لها ربما في أوروبا ولا لأن الدول الأولى هذه اللي بدأت تستثمر ولكن الدول الأسياوية ولا الدول الإفريقية ولا تعالى الشرق الأوسط ولا كان حاجة يسموها المناطق الحرة يلزم يلزم باش تتذب هاي شركات الكبرى تدير المناطق الحرة واش مانين المناطق الحرة هي أنه تحدد ميساحة قال 50 كم على 50 كم ولا تحدد ولاية قال ولاية تيب بازا ولا ولا ولاية وعران ولا يعني أي ولاية من الولايات ولا ولا والالي جانوبية على سبيل الاستراتيجية التي تريدها قال هذه منطقة حرة ومعنى المنطقة حرة أنه ما فيهاش ضرائب وإلا تكون ضرائب مخافضة جدا 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 ولكن غالبا يكون ما فيهاش ضرائب ما فيهاش الرسوم الجمركية واحد يدخل السلعان وكذا تخضع الرقابة وكذا بصح ما كانش رسوم جمركية تماما من بعد نشرح لكم لماذا ما يكونوش كأن رسوم جمركية علش تدير هذه المنطقة الحرة باش تدير لها قوانين خاصة ما تقدرش تتروح تجيب شركة أبل جزائر ولا مثلا مرسيداس وكما حدرنا مقبل مثلا ليبياس اللي هي ضاربة على أرباح الشركات 23% وتقول لهم لا لأنتو ما نخالفكم على الشركة تخلصوني مثلا 2% ولا 1% ولا ما تخلصوش لا لا يلزم يلزم تدير له منطقة حرة ويقدر أي واحد يستثمر فيها وهذا المناطق عادة وين يديروها؟ يديروها أمام خاصة الموانئ ولا أمام المطارات ولكن خاصة أمام الموانئ الكبيرة إذا كنا نحب أن نبنو هذا ميناء الحمداني يديرو أمامه منطقة حرة باش للجامع ثم يجي يستثمر لأنه شركات الكبرى لا يجي يستثمر لك إذا لم يكن لديك موانئ كبيرة وطرقات كبيرة وتكون لديك مثلا مطارات والبنية تحتية أنتعك عفونا مليحة صحة يقدر واحد يترح لي تساؤل مهم يقول لي واش هي ما لفائدة هذه الشركات الكبرى إذا تجي هنا تخدم وما تخلصش ضرائب وما تخلصش تعريفة الجمهوركية أنا أقول لك باللي عندها بزاف بزاف وقت كثير من اللي تتخيل ولكن نعطيكم الأهم انتحة الحاجة اللولى هي التوظيف هذه الشركات ما تخدمش عشرين وثلاثين ومئة ولا تخدم في ضربة واحدة بالآلة عشرات الآلة تخيلي جوي يستعلي وعندك هنا ثلاثمية شركة ولا ميتين شركة كبرى ثم رح يخدموا في منطقة واحدة لربما كاش مليون وحد ولا خمسمائة تلف ولا وهذا كل عمال انتعك كامل رح يقول لي عندهم مدخول ايضا عندهم ضرائب يخلصوه هذه الحاجة اللولى الحاجة الثانية رح ينتاعش الموحيط تح هذه المنطقة الصينعية كامل تخيل كما قلنا مثلا نديرو تيبازا وعلش قلت لكم تيبازا لأنه هي ولاية ملائمة لأنه رح نديرو فيها مثلا الميناء تال الحمدانية نديرو تيبازا ولكن كل الولايات الموحيطة بها رح تنتاعش الخدامين ثم كاين بزاف سما رح ينتاعش النقل ثم نقدر نديرو السيكك تاع الحديد ورح تولي يعني حيات جدا ايضا كاين الناس عندهم النقل تاع البضائع الكماين هذو كامل الناس تولي تخدم وتولي عندهم شركات هذو رح تولي عندهم دخول وايضا ايضا عفوا يدفعو ضرائب ايضا مثلا كاين الثاروات طبيعيا تاعك احنا ذكرنا نخمو كيفاش نبيعو مثلا الحديد تاع غارج بيلات ولا كاين الثاروات اللي في الصحراء انا قدوا ان شاء الله نقولي ما نضطرش باش روح نبيعها الخارج لا لا البيترول انتاعنا نقولوا ما نحتاجوش باش روح نبيعها الخارج لا لا نقولوا يبقى في الجزائر ريروح لهذا الشركة تستهلكوا البلاد كامل تتحرك مثلا نديرو منطقة حرة احنا في الواسط دير في بالك بللي المنطقة في الواسط كامل تنتاعش نديرو واحدة في الغرب واحدة في الشرق واحدة في الجانوب رح تحييينو كل المناطق تاها البلاد كاينة حاجة واحدة اخرى فائدة واحدة اخرى هذه الشركات كتجي تصنعها هنا في الجزائر يعني يحتوي يكون تركيب باصية كاينة بعض الشركات هذه تفتح فرع انتحها هنا في الجزائر ويكون تركيب باصية جدا بركة علاش يديرو هنا مثلا تركيب في الجزائر لانه شركة امريكية والمصنع انتحها في امريكا ولكن عندهم واحدة الكوطة مثلا يصدروها الاوروبا ويصدروها الافريقيا هو ما يصنحه ثم ومبعد يجي باحتة هنا بالبابورات ولا لا لا يقول لك هنا نروح نصنحها في الجزائر ومبعد ينبيحها الافريقيا ومبعد ينبيحها الاوروبا يجي يدير هنا حاجة صغيرة غير تركيب بركة بصاح ينبيحها يدير لها ماتين الجيريا يبيحها لأساس انه رحي مخدومة في الجزائر كما هذو بعض المواد اللي يراكم ولا بعض المنتجات تشروهم تلقاهم ماتين تاينا ولكن هي شركة امريكية ولا شركة اوروبية لخدمتها ولكن تلقاها ماتين تاينا وانتا وش تربح تربح تدخلك العملة الصعبة لانه هذيك الشركة اللي تخدم من داخل في الجزائر رح تحفظ تخدم بالعملة الجزائرية عندها الحق سنويا باش تخرج مثلا اربحتها ولكن تخدم بالعملة الجزائرية وانتا تبدأ تصدر بالعملة الصعبة هذا هو الفائدة الكبيرة مثلا تاع هذه المناطق الحرى ندو ميثال برك مثلا دوبي دوبي ما عندهاش مصانع راهي مركزة غير على الخدمات ولكن رمكين جزائريين يروح لدوبي يروح لدوبي مثلا يشري منتاجات للاصل انتحها صيني وللاصل انتحها مثلا امريكي ولكن يشريها من دوبي علاش يشريها من دوبي راي دايرة هي مناطق حرى وراي دايرة تسهيلات ضريبية وكل حاجة ناس تروح تفتح ثم فورع عنده شاركة لأم يروح يفتح فورع ثم ومش غير الشاركات حتى مثلا كانت روح تشوف بعض القانوات الإخبارية كبيرة قانات إخبارية موجهة مثلا لماصر ولا الجزائر ولا ولا الإفريقية ولا ولكن المقر نتحهم الرئيسي هو في دوبي قادر يجي يفتح فيه إفريقية تكون قريبة وتكون سهلة ولكن ملقاش تسهيلات ملقاش البنية التحتية ملقاش كمزاف عوامل لهم بعد اللي راح نزيدون الشرح يقدر واحد يترح لي تساؤل يقولي الجزائر علاش ما فكرتش في هذه المناطق الحرى أنا نقولك بللي هذا قانون الاستثمار الآخر يتكلم على المناطق الحرى أيضا عندهم واحدة ربع شهور ولا خمسة شهور داروا قانون خاص وحده بالمناطق الحرى ولكن لحد الآن نحن نرى نشوفه بللي رايكينانية وإرادة وبعض القوانين ولكن دائما نحن نعيبه على سلطات الجزائرية أنه عندهم تأخر يبدو نية حاجة ولكن تخرج القوانين وبعض القوانين تنظيميات زيد طول وبعض التطبيق انت حيزي تطول وإحنا نرى أنه في وقت السرعة يعني الاقتصاد ما يستنى كشرا نشوفه الدول في عام ولعامين الدول تطلع ودول تهبط والتكنولوجيا راح يتطور والمعطايات أيضا راح يتطور مثلا في الوقت الحالي راح الحربة أوكرانية مع روسيا أنا نشوف باللي أفضل الوقت هذا باش نروحوا نديروا مثلا هذه المناطق الحرة وهذه المناطق الحرة دائما تجي أمام مثلا كما قلنا المطارات ولا الموانئ مثلا كان بزاف ناس يحضروا باللي يلزم نديروا منطقة حرة في الجنوب في تامر راستولا نديروا ثم منطقة حرة لأنه كان شركات كبيرة عالمية تصدر للإفريقيا خاصة أنه نحن نعرف باللي إفريقيا راي هي يمركزين عليها في العالم كامل لأنه هي راي المستقبل تها التنوية قادرين احنا كجزائر نديروا منطقة حرة ثم تكون كمع بربرك للدول الإفريقية نخدموا شوي طروقات شوي يابونية تحتية ثم نعاونوا بعض الدول الإفريقية يعني الفقيرة باش الدرسي كك تحديد ولا طرقات وراح يعني تقدر تسوق كل المنتجات هذيك اللي هي منتجات عالمية ولكن باسم الدولة الجزائرية وإحنا نعرف باللي لادرت هذيك الخطوة مثلا الدينار متاعك راح ينتاعش لأنه واحد من مالي ولا واحد مثلا سينيقال ولا من نيجر ولا من شاد ولا يقول اللي يحب يدخل للجزائر ويشري منتجات كما راني نشوفه مثلا جزائريين رامي يروحوا دوبي يشروا المنتجات ويجيبوا يبيعوا هنايا لأنه رخيصة نوعا ما لأنه خالية من الضرائب بتجي بالسعر على المصنع كيف كيف احنا الجزائر لو كان نفتحوا منطقة حرة ثم يولوا كل الافريقة يحبوا يطلعوا للجزائر يشروا هذيك المنتجات لأنه راح تكون رخيصة مقارنة بالبدان الأخرى وأكيد يبدو يطلبوا في العملان تعةك ونحن نعرف ولا طلبه العملان تعتك يعني راح تخرع وهذا تكلمنا عليه في الحلقات ولا في الفيديوهات اللي تكلمنا على العملات كنا نقول اللي باش تطلع العم28 متطالب عليها وطالب حقيقي مش هى مثل نتيجة ان رأك تبيع في البيترول ولا لا إذا كانت عندك منتجات حقيقية مصنعة في الجزائر ولا مثلا عندك سياحة تم حقيقة ان العملان اتعك تخر��의 كل الطرق الأخرى التي تطلع بها هي طرق إدارية يعني ما رحش تكون مفيدة للاقتصاد الجزائي لعنا النقطة الثانية والتي هي مهمة بزاف بزاف هي البنية التحتية انتعك بلادك إذا ما هي أو لا لا خاصة أنهم يركزوا على بعض النقاط قال واش هي الموانئ انتعك إذا الموانئ انتعك كبيرة أو لا لا المطارات انتعك القيطار عندك ولا ما عندكش طرقات يعني كل حاجة خاصة لتتعلق بالنقل لأنه هو مدام يجي يفتح شركة كبيرة عنده فيها مليارات الدولارات وفيها بزاف خدامين أعرف بلي رح يستورد يستورد مواد أولية كثيرة من الخارج وأيضا رح يبدأ يصدر ما يحتاج هو الثقل ولا هذو كل المشاكل تعلمين أو لا احنا مثلا في الجزائر عندنا موانئ أصغار هذا الميناء الحمدانية للأسف الشديد ما نشعرفي لو ما توقف ولا يمشي بيواتي را ضعيفة الواحد اللي رح يعطي أمل مثلا الجزائر باش تكون عندها ميناء كبير الموانئ التاعنا الأخرين كامل صغار واذا كان عندك ميناء صغير هذا وشي ماني تقدر تجي هذيك المنتاجات ولا هذو كل بابورات ليرك تستوردهم ما يلقاوش وقت مثلا باش يدخلو يبقاو يستنو اسمائنا و 15 يوم وهذه ايضا رح تكون عندها تاكاليف رح نشوف احنا في الجزائر مثلا تشوف هكذا في الطرف تاع البحر تلقى مثلا بابورات يستنوه هذو كاللاش راو يستنوه ثم راو يستنوه لأنه ملقاش بلاس باش يدخلوه لكي ينكاش مشاكل ولكي ينكاش تعقيدات ما راو حكذاك وهذا كل وقت راو خالص فيه ايضا نحن نعرف بلي مثلا الجزائر البابورات الكبار ما يقدروش يدخلو عنا الموانئ التاعنا صغار وش يروح يديرو يا اما يروح يفرغوا الحمولة تحهم البابورات صغار في وسط البحر ويجيبوهم ولا في فرنسا مثلا نروح نستوردوا بابور ملع عند الصين كبير يجي لفرنسا يفرغ ويعود يجي للجزائر وهذا راح تخسر الوقت ورح تخسر التكاليف وعليه ما كانش واحد يجي يستثمر عندك مثلا انت ما عندكش مطارات مطارات كبيرة وكل حاجة في الوقت وطائرة بزاف يعني ونسبة على طيارات اللي تروح والجيش حال وكل حاجة محسوبة ايضا طرقات متاعك ما راحش يجي باش الكاميون تاعو ولا مثلا النقل ولا راح تبقى سوايا عوى في الكمبروم ولا لا وهذا هو السبب اللي خلاله مثلا سلطات الجزائرية تدير هذيك طارق شر غرب مثلا وطائرة الحمدانية وهذه الطرقات اللي راي تشوق فيهم ولا مثلا السيكك الحديدية اللي راني نشوفه فيهم من الجانوب للشمال ولا راي مش شرق للغرب الهدف التحى يعني تطوير البنية التحتية ولكن للأسف الشديد ما زالت شوية مش شي غير شوية يعني ما زالت شوية بعيدة اعلاج لانه في الالفين واثنين وعشرين راي نشوفه كين مدن ذاكية واشت معني مدن ذاكية يعني حقيقة مدينة تلقى فيها كل حاجة راح انتاعك راح انتاعك سواء في الطرقات ولا في الانترنت ولا مثلا صادقة للبيئة ولا كل حاجة كل حاجة قادوا كيسموها مثلا مدينة كاتجي ناس راي في السنك جي اقدر ولات مدن يعني كل واحدة بجنراسيون تحى روحوا شوفوا مثلا دوباي ولا قاطر ولا بعض المدن اللي راهم في في السعودية يرام يجهزوا فيهم يعني مدن ذاكية حقيقة تلقى راح انتاعك مية بالمية سواء في النقل ولا في التكنولوجيا ولا في المعاملات الادارية ولا كلش حاجة خاصة وباش نعطيكم امثيلة باش تعرفوا البنية التحتية ايش حال تلعب دور والدور راي عارفة هذا الشيء احنا نعرف بلي في الشرق الاوسط كين دوباي هي ضرق اللي راح يلو مركز تعالى خادمات يعني في الوطن العربي قلنا شركة الكبرى اللي تحت تختم كامل جا عندها تستثمار وما للبع العرب فهموا هاد الكود اللي راح عندهم طموح باش يجلبوا هاد الاستثمارات بهذه الطريقة ما راحوش مثلا نحتمدوا على تهيئة المدن الصغيرة او للمدن القادمة عفوا لانو راح معارفين بلي مدينة قديمة ما عندك وش ترقع فيها ما تخيش تبلي ذركها تجي مثلا للجزائر ترقع الجزائر العاصمة ترقع بنيان قديمة وطرق قديمة وما تقدرش ترقع اصلا كين سكان بزاف وقدام ما تقدرش وما لوش رام يديرو هاد البلدة رام يديرو في مناطق جديدة باش يبنيها حقيقة ذاكية مثلا راح وشوفو السعودية رام يديرو في مشروع نيوم علاش ما راحش مثلا للمنطقة قديمة حتى وانو السعودية عندهم بعض المدن يعني القديمة ولا بس بها فيها بنية تحدية بسحوة لا لا يحب يروح منطقة جرداء ويبنيها مندارة وجديد علاه بمعايير جديدة وكل حاجة جديدة ما ترحش مثلا يشبح لي في بنيان عنده خمسين سنة ولا ستين سنة ويبدأ يعود يبني فيها بطريقة حديثة لا لا قاطر مثلا اللي راح نديرو لها فيديو مخصوص نتكلمو عليها قاطر شفنا في هاد الكاس العالم قال لك صرفت مئتين مليار دولار تخير رغم هذا رغم انه هي بلاد صغيرة علاج صرف مئتين مليار دولار لانه رام حبين يدو هذيك الاستثمارات واللي على الاقل يدو جزء منها اللي راهي في دبي ثم راهو يجهز في بلاد نتاعو يعني منداره جديد بلا قاطر مئتين مليار تعود تبنيها كامل مثلا ماصر ماصر روش دهباش سيسي حنا نعرفوا بلي مثلا كين ديون كبيرة ورام في ازمة اقتصادية وكذا ولكن راحو ابناء هذيك المدينة الجديدة بخمسين مليار دولار لحد اللي انا رام صرفين عليها وما زل مخراسج بلاد بلاد جديدة بلاد هكذا مدينة كبيرة لربما قد واهرا ولا بناها منداره وجديد بنواها هلاش باش تكون بلاد جديدة بالمعايير العالمية كل حاجة جديدة وفق معايير مستقبلية ما نجيبش حاجة مثلا قديمة ونبدأ نسبق فيها حنا للجزائر رام يتكلموا على بوك الزول مثلا رام يتكلموا على بوك الزول ولكن الخطوات ما زالت كي ما احضرنا دايما بوك الزول هذي مشروع قديم ولكن لحد الان ما زال ما بداوش وهي حقيقة منطقة مليحة يتكلموا على اساس انه واسعة بزاف وايضا يعني موسطحة الموقع انتحها يعني قريب يحكم كامل واسطها كذا ولكن للأسف الشديد ما زال ما بداوش وما زال ما تاخدوش القرارات شفنا مثلا في وقت بوتفليقاء قال لك نديرو مدينة ذاكية راحوا دارونا سيدي عبدالله للأسف الشديد يعني تقريبا راي دشرا دشرا معمرا يعني دشرا معمرا باطيمة كما قالت اخطر واحد الشركة ولا عفوا واحد الجاردة قال لك غابة من الاسمنت ما عليناش نعود ونرجع يعني اللي مفيد هذو هما النقاط اللي اساسية بزاف الحاجة الليولة كما قلنا الامتيازات واهمها هي الامتيازات الضاربية الحاجة الثانية واللي هي البنية التحتية انتعك الحاجة الثالثة واللي هي ايضا مهمة يشوفوا اذا عندك الايطارات الكافية او لا لا احنا نعرفوا باللي هذه الشركات الكبرى عندها تكنولوجيا معقدة يعني والمنتوج تحتها ومشي لعبا او لا خاصة مثلا الشركات الاوروبية ولا الشركات الامريكية عندهم معايير باش يجي يستثمر عندك مثلا جي شركة ابل راح تخدم كما قلنا الاف الاشخاص يقدر يكونوا مئات يعني مهنديسين يلزم يكون مستوى عالي مستوى عالي صحيصها ولي اجبو منك مثلا دول ا��ي يقدر يجيب يوجد الاضافة الاف الأناس من طفلقا لا لو يدخل عني مستوى عالي مستوى عالي مستوى ون 끼 في جرت lsitar خطر الله راح وبعض الت panelists O Хот عندهم مثلا استهلاك كبير و كين مليار و زيادة و كين بعض الامتيازات ولكن ليس غير هذا السبب قالهم السبب الرئيسي أنه الصينيين و لو مكونين مليح خاصة أنه أنه عندهم شعب بزاف تقدر تروح الولاية تلقى عايشين فيها ملايين سماك تحوس على مهنديسين و ناس عندهم كفاءة يجوك نحن في الجزائر مثلا وكان جي شاركة معقادة جدا أو لا عفوا عندها تكنولوجيا معقادة يعني حقيقة أسكوا رح يلقوا في الجزائر مية ولا ميتين مثلا مهندس مستوى عالي في نفس التخصص و عليها نشك في هذا الشي حقيقة هاد المعيار هذا باش تكونوا عارفين مثلا في وقت فات في السبعينات ولا في بعض السنة والسابقة ما كانوا شي حاوسوا عليها علاه لي كان لأنه كانت هاد اليد العاملة المؤهلة بزاف ما كانش كين في بزاف بلايس كانت كين في أوروبا وفي أمريكا تما هو إذا حب يجي استثمر في إفريقيا ولا يحب يستثمر في كاش بلادي يعرف بالله غالب ما كاش كما يقولوا اليد العاملة المؤهلة وش كان يدير كان يجي استثمر ومبعد هو يبدأ يكون في الإطارات كما سرى في الصين والله روح وشوفوا في الصين فيها وراحت أمريكا تستثمر في الصين كان الجهل الأمية ثمه هما الأمريكيين فتحوا شركة ثمه ويجدروا بدأ ويكونوا في الصينيين ببحثهم الأمريكا يقرأ ستشعروا عام والله في الشركة الأم وبعد يرجع يخدم عادي ويصنع ولكن في الوقت الحالي إخلاص يجب أن تكون الإطارات متاعك وقبل ما يجيف وتعرف أس كنت عندك الإطارات وعليه المستوى التعليمي والبحث العلمي عندك وبراءة الاختراع وصوالح يعني كامل على بوته هذو هما خوطين نقاط الأهم اللي ركزوا عليها كين بزاف نقاط واحدة أخرى نقدرون نحضروا عليها مثلا نسمعنا ونحضروا ولا نكتبوا عليها كتاب ولا نزور مثلا نحضر لكم زوج حاجة ولا ثلاثة هكذا ونختموا بها كين حاجة يحتمدوا عليها هذه الشركة الكبرى هي التصنيفات العالمية حنا كنشوفوا التصنيف تح صندوق النعد الدولي ولا البنك الدولي ولا كان بعض الشركات ولا الجرائد المتخصيصة في الاقتصاد يهضروا على الجزائر نقول لهم ما رانا نسمع بكم وهذه كما يقولوا لأنه ما رانا نشمشي لكم في الخاطة ولا ولكن هذه التصنيفات الاقتصادية ولا التصنيفات العالمية عفونا اللي تجي كل عام هذه عندها دور كبير لأنه مثلا شركة كبيرة عالمية لا ما راحش تجي تقلق القوانين تاعك ولا تشوفوا شركة دير في الجرائد ولا راح تتبع لك مثلا الفيسبوك ولا اليوتيوب لا لا هو راح يشوف تصنيف عالمي مثلا يخرج تصنيف تح صندوق النقد الدولي ومتا تكون في مراتب متأخرة هذا راح يأثر على الصورة تاعك عند الشركات الكبرى العالمية كين بعض المؤسسات؟ للتصنيف مثلا حرية المنافسة والحرية الدخول الى الأسواق ومثلا حماية المنتج التحمكي جهنا تضمن باللمكاشر اللي يقلده هذه أهم التصنيفات اللي يخذوها بيع الاعتبار إذا انت حطاتك في ترتيب متذيل جدا ودائما في المراتب الآخرة من المستحيل باش تجيك هذه الشركات الكبرى تستثمر عندك وعليه هذه التصنيفات العالمية اللي منذك نقرأوها منستهينوش بها على أساسها يجوش شركات ولا ما يجوش وهذاك الوقت اللي كنت نحضران على الاستيراد مثلا مانعين احنا تماما الاستيراد ما زال لحد الآن كنت نقول باللي هذي السياسة ما رهيش مليحها وعطيت مثلا الشروحات ثم كانوا بعض الأشخاص ينتقدوك ويقولك لا لا وانت يا ماركش عارف ويلزم ما نخلوش العملة السعبة تخرج للخارج وهذا يعتبر تهريب وتضخيم الفواتير وا 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 هذيك تأثر على الصورة نتاعك غدوا ان شاء الله ذركك يخرجوا تصنيفات عالمية من ناحية حرية التجارة مثلا حرية على المبادلات ولا المنافسة يديرونا احنا في ذيل الترتيب قال جزائر هذا ما زال اقتصاد مغلق لانه المعايير اللي يديروها والاقتصاد اللي راوا يقودوه ناس يتبعوا الرأس مالية حتى النوخة هو يدير التصنيف على اساس ان انت تحتارم هذا الرأس مالية ولا لا للمعايير انتحى وكاين هيئات دولية قال كاين المنظمة العالمية للتجارة البنك الدولي صندوق النقد الدولي كاين هذا الصور حتى الاقتصاد كامل عندهم معايير معايير تحموا مش مستندينها مثلا من اشتراكي او لا 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 مرأس مالية وعليه يشوفوك اذا راك تطبق ولا ماركش تطبق تغدوا ان شاء الله من تقدر شريكة كبيرة تجي تستثمر عندك وبعد تخاف تغلق لها الاقتصاد لانه راح تكون عنده مبادلات كبيرة مع العالم الخارجي عنده رؤوس ام واعف عنده مواد اولية يجيبها بزاف بكثرة راح يستورد اذا جبت شركات الكبيرة هذو عرف بلي راح الاستيراد انتاعكي ولي بالمليارات الدولارات يحتاجوا مواد اولية وايضا يصدروا وعليه هو ماذا به تنحيلوا كامل حواجهز تكون قليلة يعني باش تحمي بعض الصناعات الناشئة عادي جدا ولكن باش تغلقها كامل بتولي تشوف باللي في المنتج الخارجي ما تشوفوش باللي هو منافس تشوفو باللي هو عدو اهنا يا نوعا ما يعني هذي الشركات راح تهرب من عندك هذي اهم النقاط خوتي مكالة نشرحوا البيرقراطية والفاس هذو كسوالح كامل تعارفوها يعني لا ربما بدنا نقراوها من السيام والليسي وطلع ودايما نقراوها ونسمعوها ونشوفوها في الجرائد هذا هو الموضوع تعليم خوتي ان شاء الله هنكون وفقنا في الإجابة على هذا التساؤل وكل عادة نرحبه بكامل الانتقادات والتعليقات والآراءة التي تحكم واللحثة تساؤلات تقرأ وكل عادة اشتركوا في القناة فعلوا الجارس باش يسلككم جديد جام كومونتر ليعجبوا الفيديو هذا وسهلا ماليكم